نحن نروح لي أرقام ما بعد هذه المواجهة مواجهة المغرب والمنتخب الأسباني المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم عبر التاريخ كما أصبح رابع منتخب أفريقيا يتأهل إلى ربع نهائي بعد الكاميرون 1990 السنغال 2002 وغانا 2010 منتخب المغرب أصبح ثاني منتخب أفريقيا في التاريخ يفوز خلال أدوار خروج المغلوب على منتخب أوروبي بعد السنغال على السويد في 2002 حكيم زياش وأشرف حكيمي يشاركان في المباراة السابعة بكأس العالم ليصبح أكثر لعبين مغربيين يظهران في المنديال وريد الرقراجي الموديل الفني للمغرب أصبح أول مدرب أفريقيا يصل إلى ربع نهائي كأس العالم على مر التاريخ ياسين بونو أو الحارس أفريقيا عبر تاريخ كأس العالم يتصدى لرقرتي ترجيح في مباراة واحدة وجافي أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بالأدوار الإكسرائية بكأس العالم بعمر 18 عاما و23 يوما منذ بليه في نهاية 1986 بعمر 17 عاما و23 يوما بوسكيتس أصبح أكثر لاعب يشارك مع منتخب أسبانيا في كأس العالم برصيد 17 مباراة متساويا مع كاسياس وسيرجي راموس طيب ياسين بونو طبعا ما نفزمتش النهاردة في مباراة المغرب وأسبانيا تصدى لكرتين في المباراة أبعد بالقبضة أربع كرات وتصدى لرقلتي ترجيح ومرر تماميات صحيحة 15 مرة من 35 وشاتة الكرة أربع مرات عاما المباراة كبيرة جدا رائعة جدا وليد الرقل جيب بعد المباراة المدير الفني للمنتخب المغربي قال بشكر كل اللي عابين على روحهم الكبيرة على مدار 120 دقيقة وأنهم قدموا كل ما لديهم أكد من قبل أننا لم يعني نأتي إلى هنا من أجل فقط الظهور في ثلاث مباريات لكن هدفنا من البداية كان كتابة تاريخ جديد للمنتخب المغربي أما ياسين بونو حرس المرمى المغربي الكبير فقال ارفعوا الكبعات للفريق بأكمله لقد قاموا بالمهمة على أكمل وجه ليس من السهل الحفاظ على تركيزك لمدة 120 دقيقة ضد المنتخب الأسباني الآن يجب علينا التركيز فيما هو قادم لم نحقق الهدف بعد الهدف بعد تشوفه في المغربي كاس العالم يا جماعة مش بهزر سوفيان بوفال قال أشكر كل الشعب العربي على دعمهم الكبير الذي كان يصلنا في كل لحظة هذا الفوز من أجل كل العرب أبارك لهم جميعا لكن المشوار لم ينتهي بعد لويسي نيكي مدرب المنتخب الأسباني قال كنا نريد خلق المزيد من الفرص ولكن هذا كلفنا في النهاية نتيجة المباراة لقد قمنا بالتسديد 11 مرة ولكن مرة واحدة على المرمة سرابيا سدد في القائم ورقلات الجزاء كلفتنا الخروج أنا فخور بفريقي وقدموا كل ما لديهم على مدار المباراة والله هم عملوا اللي عليهم بصراحة يعني المنتخب الأسباني عمل اللي عليه والزيادة في البطولة كلها السيئة قدام المنتخب المغربي المنتخب المغربي اللي عمل اللي عليه والزيادة قوي 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 يعني لبعيد قوي يعني